المدنيون من أطفال وشيوخ ونساءهم عادة من يدفعون ثمن الحروب والقتال عند معبر ترخم الحدودي بين باكستان وأفغانستان يحتشد عشرات المواطنين الأفغان كل يوم أملاً في دخول باكستان لكل منهم قصة وحكاية بعضهم ينشدون العلاج وآخرون يبحثون عن حياة أفضل الوضع في أفغانستان سيء للغاية لا خدمات صحية ولا تعليم ولا عمل لست متفائلاً بحكم طالبان لذا أتيت لباكستان لكن وبالرغم من حالة العموض التي تلف مستقبل أفغانستان قرر أخرون العودة إلى بلادهم بعد عقود من اللجوء والبعد عن وطنهم ولدت وترعرعت في باكستان منذ 30 عاماً وقررت أسرة العودة إلى أفغانستان الوضع هناك آمن والحياة عادية ولا مشكلة لدينا مع طالبان مدام حكمها إسلامياً قرار السلطات الباكستانية منع دخول الأفغان إلى أراضيها باستثناء بعض الحالات الطبية وحملة تأشيرات المرور واقتصار العبور على العائدين لبلادهم أدى إلى ضعف حركة المشات على جانبي المعبر سابقاً كان عملنا أفضل المعبر شبه مغلق الآن فلا مسافرون ولا ركاب بالكاد نكسب شيئاً سابقاً كان عملنا أفضل لقد تضعفت تكاليف نقل البضائع كما أن الإجراءات باتت أكثر تعقيداً ويعزو مسؤولون قرار باكستان تشديد إجراءات المعابر إلى المخاوف تسلل إرهابيين إلى أراضيها وزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا وفي ظل الترابط الجغرافي والأرقي تقول باكستان أن واقع الحالي يفرض عليها التعايش مع سيطرة حركة طالبان على مفاصل أفغانستان بالرغم من سيطرة حركة طالبان على أفغانستان منذ أكثر من أسبوعين يؤكد الجيش الباكستاني على أن الحدود مع أفغانستان آمنة ومستقرة كما استعداده للتصدي لأي طارق عبد الرحمن مزيني العربية مع برطرخم ترجمة نانسي قنقر